موسيقى حبائي العهد القديم اتنبأ عن المسيح وتخيل انه المسيح لو جاء وين بدي يجي وين بدي يولد طبما كل النبوات في العهد القديم تتكلم عن مساحة جغرافية اللي هي أرض فلسطين اللي منسميها اليوم الأراضي المقدسة اللي هي كانت أرض كنعان كلها شوي من لبنان وشوي من سوريا وراح لمصر وكان في المدن العشر اللي هي المدن الرومانية يعني جزء من الأردن اليوم هاي المساحة اللي منتكلم عنها في أيام يسوع المسيح فلو المسيح لازم يجي وين لازم يروح يروح على مكة طبعا ما فيش أي نبوة يروح على الصين ولا اليابان ولا يجي على أمريكا ولا لازم يروح لشعب عم بينتظر عم بيستنى مجيء المسيح فإذن جاء المسيح لتتميم النبوات وبعدين عزيزي مش أي نبوات إحنا بنتكلم عن نبوات دقيقة فالكتاب المقدس بقول رح يولد من عذراء ولد من عذراء الكتاب المقدس حدد مكان الولادي بيت لحم طيب أنت بتقول ولد تحت جذع نخلي يا أخي إحنا منقول الكتاب بقول ولد في بيت لحم لتتميم النبوة وأنه هاي النبوة مئات السنين وفي نبوات بتكلم عن عذروية المسيح من ألاف السنين طيب هاي النبوة كيف تمت في شخص واحد في وقت واحد في تاريخ واحد في مكان في موقع واحد في بلد اللي اسمها بيت لحم بتروح قال لا هو ولد تحت جدع نخلي بقول لك مش مزبوط يا هذا غلط يا هذا غلط أنا بقول لك صح للأسباب التالية لأنه في نبوات كثيرة وأنه فعلا لما ولد كانت بيت لحم اليهودية يعني كان فيه شعب إسرائيل موجود في هذا البلد من وين أجت فكرة ولد تحت جدع نخلي هل فكرت بدل ما أبحث كتابك محرف خلاص روح كتابك محرف طب فكرت شوي طب يعني بشهذا بيعطي تميز ليسوع المسيح اللي يخليك يستحق إنك تنظر إليه ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر